اشتركوا في القناة وعندي ولاد وعندي مدارس وعندي جماعات وعندي مصاريف بس لازم اخطف من الحياة حياة عشان احنا في 60 دقيقة حياة لازم نعيش الحياة صح استاذ عاز قولي لي كده ازاي اقدر اخد القرار يعني احنا قلنا اول حاجة عشان اكون سعيد هاخد قرار ان انا اتغير ازاي اشجع نفسي وابدأ اخد القرار علشان اتغير لان هو حقيقة دي اصعب نقطة ان انا اخد قرار بالتغيير انا شايفها اصعب خطوات السعادة ممكن تقول لنا نعمل ازاي او نعمل ايه عشان ناخد القرار ان احنا نبقى سعادة فعلا زي ما انت بتقول يا داليا اهم خطوة واصعب خطوة على فكرة انا خدت خلاص قرار ان انا قررت واخترت ان ابقى سعيد وغير حياتي خالص وهنفذ الخطوات بتاعة السعادة وان انا ازاي بقى بعد ما قررت قراري وخدت خلاص قراري بان انا اتغير اول حاجة لازم اكون متفائل ابد عن التشاؤم ده خالص التشاؤم وصلني للتعاسى للحزن لان انا اكون يعني مستسلم للفشل مستسلم للخسارة لا خلاص انا اول حاجة هبقى متفائل اللي بيأكد فكرة عدم التشاؤم وان احنا لازم نتفائل رواندا بايرون اكدت ده في كتابها السر اللي عمل دجة في امريكا واتعمل فيلم سينمائي شهير قالت فيه ايه؟ قالت ان فيه قانون اكتشفته اسمه قانون الجذب زي قانون الجذبية الارضية كده اللي احنا عارفينه بس ده قانون خاص بنا احنا بك انت ان اللي انت بتبسه في الفضاء الخارجي من افكار متشأمة زي مثلا انا فاشل انا تعيس انا ضعيف الحاجات دي بترجعلك تاني حقيقة اه فبتقول لا غير التردد ده لتردد متفائل وغير افكارك وفي صيغة المدارة انا هبقى من النهاردة هبقى متفائل هبقى ناجح هبقى سعيد فبتقول انت بيترددلك ده تاني وبيتحقق وكأن فيه مصباح علاء الدين جهنية بيحقق لك ده طبعا هي عشان مسلمة مش مسلمة فقالت ان هو بيتحقق عن طريق جني او مصباح صلاح الدين لكن احنا كمسلمين بقى اكتشف الرسول قال لنا تفائلوا بالخير تجدوا تجدوا وعندنا حسن الظن طبعا يعني اللي قالت رواندا في كتابها وفي فيلمها كله قاله لنا رسولنا في جملة واحدة عليه الصلاة والسلام بس احنا ما بننفزهاش للأسف مجتمعاتنا العربية ودايما بنعمل العبادات الجميلة طبعا ونصلي ونصوم لكن امر الرسول بالتفائل بننسى شوي فلو ده لو اصرين عليه وعملنا زي العبادات حياتنا هتتغير فعلا تماما خليني اقول للناس اللي بتشوفنا تفائلوا بالخير تجدوا واني عند حسن نظن نعدي بيه كل ما هتظن خير هتاخد خير براف كل ما هتظن نجاح هتاخد نجاح فعلا هتظن فرحة هتاخد فرحة ربنا يفرحنا ويفرحكم ويجعلنا ويجعلكم السعدة ولي امين امين يبقى احنا اتفقنا ان القرار ده اصعب خطوة القرار بالتغير وقلنا للناس ان هم هنبعد عن قانون الجذب وهنبعد عن بتقول ناشس الامريكان والرفاهية والدنيا احنا هنيجي بقى ها بنقول لكم ربنا قال ظنوا بيا خير هتديكم خير ورسولنا عليه الصلاة والسلام قال تفائلوا بالخير تجدوا والله هتجدوا يبقى انا كده خلص قررت وعرفت ان انا ربنا امرني ورسولي امرني والكتب برضو والديانات الاخرى كل حاجة في الحياة بتحث على الامل والحياة بقى لونها بمبي تاني خطوة تاني خطوة احنا احنا اتكلمنا عن التفائل لا احنا كلمنا على التفائل احنا كلمنا على اول خطوة خالص بنقول اول حاجة التفائل تاني حاجة احب نفسي احنا عندنا عيب جدا اللي يقول الكلمة دي للأسف ايه ده بحب نفسه ده ناني ده مش كويس بالعكس اللي بحب نفسه بحب الاخرين لان فاقد الشيء لا يعطيه وكمان انا بحب نفسي يبقى هقدرها يبقى هرفع من ذاتي يبقى هطور نفسي يبقى هعمل المستحيل عشان أبقى أحسن وأحسن وبعدين انا لما في مشاهير كانوا مشهورين جدا وعندهم كل حاجة دليدة مارلين منرو عندهم كل حاجة بس في لحظة كرهوا نفسهم كرهوا نفسهم دنوا من قيمتهم خلاص هم مش حاسين بالقيمة بتاعتهم اللي الناس كلها عاملها ليه لانها كرهوا كرهت نفسها فانتحرت خليني اقول لحضرتك ان انا كان من أسباب وجوزي كموزيعة أو كإعلامية فيديو لايف عملته من خمس سنين حب نفسك وقدرها عشان لو ما حبتهاش ما حدش هيحبك ولا يقدرك حقيقي فحب نفسه وتقدرها ده حاجة مهمة جدا طبعا وعايزين نقل على بقية الخطوات لان وقتنا طبعا الكلام معك شوية جدا وعايزين نفيد الناس بكل كلمة عايز بتقوليها بعد كده هنتنقل لان الكتاب لازم تقري كله مش هنقول كله بس بعد كده مثلا لو تكلمنا عن الخطوة اللي هي التانية بتاعت السحة قلنا ان احنا يعني نهتم بصحتنا ونشوف ايه هي لصوص السعادة الحزن القلق الخوف كل ده لازم نقضي عليه بحيث ان احنا لو نخلي بالنا من صحتنا لو فيه امراض نفسية نعالجها امراض تانية عضوية عضوية نعالجها فاحنا برضو كلمنا على الصحة قبل كده ونهتم احنا ممكن لو هتمينا بطريقة اكلنا وشربنا الصحية هنحافظ على صحيتنا يعني بلاش نوصل للمرحلة ان انا اعيا واقع فيها وارقود في السرير فابدأ ادور على علاج وعلى نفسية صدقوني يوم تلاقي نفسك مكتئب عيط انا بقولك عيط طلع كل اللجواك الطاقة السلبية اللجواك في العيط اخبط حاجة بيدك حاجة قسرها بلاش ان انت ده حقيقة في بني ادم ممكن انا مجرد ما بقى خلاص انا متضايقة مجرد ما همسك حاجة اضغط عليها او ارميها طلعت الطاقة السلبية اللجواك فخلاص بلاش نحط الترقومات على بعض فهو ده اللي هيوصلنا للمرض النفسي في العيط فعلا كلامك صح بس في حاجة كمان اجمل من ده كله اللي هو ثبات الانفعلي اه نحنا نتعلم نبقى عندنا لازم الواحد ينفس لكن لما نتعلم الثبات الانفعالي احسن ليه دايما يقولوا الاوروبي بارد لا الاوروبي مش بارد خدت بالك الاوروبي علموا المجتمع كله الايه الثبات الانفعالي ان هو يدرب نفسه ينفس يحكي الصديق يمسك ورق او قلم ويكتب ما يبقاش عصبي قوي لان العصبية برضو بتعمل امراض نفسية كتيرة وبتخلي الانسان يتهور ويقع في مشاكل او يقع في اخطار بس يعني هو انا لما قصدت ان احنا ننفس عن نفسنا طبعا ما قصدتش العصبي لكن احيانا انا بكون مخنوقة وحبسة دموعي علشان ما حدش يشوفني انو انا بعيد يا ست يدخلي في قودة على نفسك وعياتي علشان تطلعي التاقة السلبية لجواكي مع عصباتك الانفعالي طبعا قدام الناس لكن مش عيب ابدا اني ننشي تعبري عن حزنك وعن قلقك جوه جوه مع نفسك طيب احنا كده اهتمينا بالصحة وانا شوفت حراكمل كده كمان جدا على الصحة النفسية اكتر من الصحة الجسدية هم الاتنين بيكاملوا بعد لكن اذا صحت الصحة النفسية صحت الصحة الجسدية يعني لو انا نفسيتي سليمة انا واحدة من الناس بعية نفسيا والله لما نفسيتي بتتعب بعية فعلا بمرت ودي حقيقة لازم ناخد بالنا من نفسيتنا يعني دي حاجة حال يبقى احنا كده اتكلمنا عن تاني خطوة اللي هي الصحة تالت خطوة الهدف والتموح واعتقد دي بتختلف من كل فرض للتاني حاجة تقول لنا ازاي ناس تحدد اهدفها في دقيقة الخطوة السادسة ان الانسان يعرف زي ما قلنا دوره ايه في الحياة ربنا خالقه ايه الحكمة من خلقه طيب يا ترى ربنا خلقنا عشان نتعب عشان نبقى تعسى عشان نبقى في هم وغم وبتلقات وهي دي الحياة لأ طبعا لأ طبعا ربنا خلقنا في احسن تقوين ده كلام ربنا وقد خلقنا الانسان في احسن تقوين وخلقنا مكرمين فلازم احافظ انا على التقوين بتاعي الصحيح ده اللي ربنا خالقه لي على صحتي وعلى نفسيتي تاني حاجة ربنا كرمني احافظ على هذا التكريم مهنش نفسي مضيعش نفسي ما دخلش في تعاسى وما دخلش في في غم وهم وعلاقات زي ما قلنا مش كويسة لازم احافظ على تكريم ربنا لي انا انسانة مكرمة خلقني ربنا في احسن تقوين فلازم اعز نفسي واغلي نفسي وبعدين في الناس اللي يقولك ايه احنا تخلقنا عشان نعبد ربنا وبس اللي هي الاية اللي بتقول ايه وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسِ وَالْجِنِّ إِلَّا لَيَعْبُدُونَ وما خلقنا الْإِنسِ وَالْجِنِّ إِلَّا لَيَعْبُدُونَ فخلاص ربنا خلقني اقول لا حددك على حي علشان اعبد ربنا وعلشان اصلي واسوم وهي دي الحياة لا استاذا هم ما فهمين غلط تفسير الآية الا ليعبدون الاعبادة هي الصلاة والصوم والعمل والحياة والرحم والتعاملات كل دي عبادة العبادة ليست الصلاة والسوم فقط العبادة هي اسلوب الحياة هليكوا دايما فكرين العبادة داخل فيها العمل التعاملات الإنسانية القلب النية كل دي عبادات تفضل يا أستاذ برافو عليكي أنت بذكرت كتاب كويس قوي وأريك كويس قوي لأن فعلا زي ما أنت بتقولي العمل عبادة استعي عبادة أن أنا أساعد الغير عبادة أن أنا أحافظ على صحتي وحافظ على اللي ربنا الدهولي من نعم عبادة أن أنا أبقى سعيد وفرحان وبحمد ربنا بقول الله على نعم ربنا عبادة فعشان كده بقولك لازم الإنسان يعرف هو تخلق ليه وتخلق دوره إيه هيعرف أنه تخلق عشان يبقى سعيد سعيد شكرا لك يا أستاذة وخلينا نقول النهاردة كلنا من ستين دقيقة حياة هنبدأ الحياة بسعادة بست قطوات للسعادة هاخد قراري هاهتم بصحتي كمان هحدد طموحي وأهدافي هاختر علاقاتي والأهم هاختر شريك حياتي واعرف ليه أنا اتوجدت في الدنيا وإن العبادة مش بس صلاة وصوم العبادة عمل وتعاملات وإنسانية وجبر خواطر مساكوا جبر خواطر مساكوا سعادة ويا رب دايما نعيش في سعادة كل الشكر للكاتبة الروائية الأستاذ عز حسين ويا رب دايما في سعادة وشكرا على ست خطوات للسعادة أهلا بيك أهلا بيك يا حبيبتان نلقاكم في الحلقة القادمة على الأخير استنوني اوعي تروح في أي حتة أنا جاية ما تمشوش مساكوا سعادة